السلام عليكم اليوم الثلاثاء الثاني من تشرين الثاني 2021 عقد اجتماع مجلس الوزراء وكانت فيه مجموعة من القرارات والمناقشات حول قضايا مختلفة افتتح الاجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتحية للقضاة العراقيين بتحية لمجلس القضاء الاعلى على جهودهم المبذولة في اصدار احكام ضد القتل والمجرمين الحكومة وعدت بملاحقة المجرمين اولئك الذين يعتدون على المواطنين ويرتكبون الجرائم ويتابع العراقيون ما تم عمله الحكومة والنظام القضائي عندنا وهذه مسألة تتعلق بإثبات العدالة وتحقيقها وتطبيق احكام القانون والعدالة الناجزة ليس لدينا هدف انتقامي بقدر ما هناك هدف تحقيق العدالة خاصة امام اولئك الذين يرتكبون الجرائم القضاة العراقيون الشجعان ومجلس القضاء الاعلى ونظامنا القضائي يتابع ويصدر الاحكام بصدد اولئك القتل الذين يرتكبون هذه الجرائم وشهدتم جملة من الاحكام الاسبوع الماضي في هذا الموضوع ايضا كان هناك تنويه للمواطنين فيما يتعلق بالمبادرة السكنية المعنونة داري في كل مرة نحن نتوجه الى المواطنين باخر اخبار هذه المبادرة لكي تتحقق المتابعة وتتبين جدية هذا المشروع الذي يعنى بتخصيص قطع عراضي سكنية للمواطنين بدأت اللجان في وزارة الاعمار والاسكان منذ الاول من تشرين الثاني بتدقيق البيانات لأولئك المتقدمين للحصول على هذه الاراضي السكنية وشرعت هذه اللجان بارسال رسائل نصية للمواطنين على هواتفهم لكي تقوم بعملية تنظيمية نحن نعلم مقدار الاعداد الهائلة التي تقدمت للحصول على هذه الاراضي ولذلك المسألة التنظيمية مهمة فيما يتعلق بوضع جدول لبعض المواطنين في ايام محددة لتدقيق بياناتهم واستكمال طلباتهم التدقيق في المعاملات بدأ في خمس محافظات هي ديالة ونينا وكربلاء والمثنى وبغداد وان شاء الله سيتم الاعلام عن المستحقين من هؤلاء المتقدمين بعد تدقيق البيانات خلال ثلاثة اسابيع ويستمر العمل في هذه المبادرة وفي تدقيق البيانات فيما يتعلق بالقرارات لدينا وزارة التخطيط السيد وزير التخطيط بسط تفاصيل موضوع يتعلق بالمنازل واطئة الكلفة خاصة للعوائل الفقيرة هذه المنازل هي مشروع بني من المحافظات ووزارة التخطيط بمناصفة خمسين بالمئة من الكلفة تدفعها الحكومة وخمسين بالمئة تدفعها العوائل اليوم السيد وزير التخطيط بيّن أن هناك حاجة حقيقية لإطفاء هذه الديون على العوائل الفقيرة لكي تستملك هذه المنازل كلية ووافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بهذا الشأن وهذا الموضوع يخص حقيقة وزارة التخطيط وخططها في ستراتيجية التخفيف من الفقر في المجتمع العراقي وكان هذا قراراً حقيقة يقف مع العوائل الفقيرة في هذه الأوقات الصعبة فيما يتعلق بوزارة الموارد المائية أيضاً السيد وزير الموارد المائية قدم موضوع الشحة المائية مرة أخرى هذا الموضوع نوقش كثيراً في مجلس الوزراء حقيقة وكان هناك في الاجتماعات السابقة دعم واضح لوزارة الموارد المائية في تخصيص مليارات الدنانير العراقية لمواجهة الشحة المائية المستدامة في هذا الصيف الماضي حقيقة واليوم أيضاً صوت مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 3 مليار دينار عراقي لمواجهة الشحة المائية وأيضاً توفير مياه الشرب لبعض المحافظات الجنوبية التي تعاني من شحة فيها وأيضاً لتشغيل مشاريع الري والبزل ومعالجة انخفاض مناسيب المياه أخيراً كان هناك قرار يتعلق بوزارة الداخلية وأيضاً مجلس الوزراء وافق على تخصيص مبلغ 3 مليار دينار عراقي إلى مديرية المرور العامة هناك دعم للمشروع الوطني في تقديم الخدمات للمواطنين فيما تعلق بالإسراع في إنجاز معاملاتهم المرورية وتسجيل المركبات ببغداد والمحافظات شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً